برجع مع حضراتكو مرة تانية من فترة كده قولك يا جماعة هونتوا بتسيبونا للسايس السيئاس اللي موجودين دول وعملين يعملوا وتحكموا فينا وعربياتنا وحلنا ومش كده الدولة قررت او المجلس النواب مع ايه نعمل تعديل او قانون يضبط هذا الامر بحيث ما سيبشي المواطن للسايس ويكون السايس بدل ما هو كل واحد ياخد حتة كده ويعمل لك حواجز وانا هنا في هذه المنطقة واحدش يقدر اقرب له ويفرض عليك كمفة ما شاء خمسة عشر عشرين ومش هتقدر تقول له لأ قلت لأ هيبقى عندك ازمة اتعمل القانون ده ولكن مشكلتنا مشكلتنا او في بعض مشاكلنا تعمل قانون وعندك لاحة تنفيذية فلاحة تنفيذية تفسر حاجات ويجي في التطبيق حاجات تانية تماما تماما فكرني بقانون الخاص بالتصالح يتعمل قانون التصالح وتيجي وقت التطبيق ايه تعمل حاجة تانية كل واحد يخترع اختراع وكل واحد يقول لك فكرة وكل واحد يقول لك لا اكذا وحد تاني يقول لك اعمل حكاية دي لحد ايه ما دخل رئيس الجمهورية وعمل وعد وعمل حاجات كتيرة عشان نحل الاشكاليات الخاصة بكل واحد ينفذ على مزاجه حصل في هذا القانون بتاع السايس انه مفيش حد مفيش جهة ملزمة او او في اطار ملزم للناس كلها على مستوى الجمهورية تنفذ تنفيذ موحد فلما يطبق القانون وبدأوا تقريبا ان يطبقوا النهاردة في الدقيق او في بعض المناطق فناس بقى عايز يقول لكم من الصبح الرسائل اللي جايالي والحاجات اللي مكتوبة والحاجات اللي مضروبة والحاجات الصح والحاجات تانية غلط كله الحق ده هيوقفوا على بيتنا مش عارف مين ده انا تحت بيتي معدار شرك هل معقول وانا هنا بخاطب سيدة لواء محمود شعراوي وزير تنمية محلية لازم يكون عندنا مصطرة مصطرة كده موحدة مفهوم موحدة او مفاهيم موحدة يتم تطبيقها اصلا انا باعمل قانون مش للقاهرة ولا الاسكندرية انا باعمل قانون لمصر مش قانون عامله انا باعمل قانون لضبط الشارع ضبط وضع السايس وكمان ضبط الركل في الشوارع بضبط الحكاية دي بقانون طيب حد ضد ده الناس مع التنظيم والناس عايزة النظام الناس مش عايزة حاجة يعني فيها عدم نظام عايزين نظام طيب النظام دي تعمل ازاي وانا لقي واحد النهاردة يجي يقول لي عربيتك تحت البيتة تدفع عليها تلتموت جنيه في الشهر ليه ده بيتي قولك اه مهي ركلة في الشارع طب يعني اخد العربية واشيلها على اه على كتافي وطلعها الشقة لحد الصبح هو ده يتسق مع تاني يتسق بيتك ساكن في بيتك شارع بتاعك ركن عربيتك يقول لك ادفع تلتموت جنيه رقم واحد رقم اتنين طب هل في حد تاني يطع اصحاب ال الامر ده يقول لك ايه مثلا مع حضرتك انت فرطت في حقك ايه هو حقي لما انت جيت اشتريت الشقة فرطت في الجراش فصاحب العمارة اللي بقى لك حاول الجراش ده لمحلات فكان لازم يبقى جراش وجهة نظر ما بقولش لا هذه وجهة نظر صح ولكن انا بتكلم على الان وانا بيتي اتشع تلتموت جنيه مقابل ركن عربيتي تحت بيتي مش في ساحة مش في ساحة تحت البيت هتحسبني عليها ماذا افعل ابيع العربية هتوفروا لي موصلات ولا ولا نعمل ايه ده رقم واحد رقم اتنين من النهاردة اللي يحدد الرسوم العشرة ولا الخامسة ولا السبعتاشرة ولا العشرين طب اليوم النهاردة انا ركنت مثلا تاني في بعض المناطق النهاردة بتحدد ايه بعض الشوارع اللي فيها مناطق تجارية ما عنديش مشكلة مناطق تجارية ما عنديش مشكلة خالص انا هنا عندي مشكلة في حاجة واحدة بالمناسبة البيت منزل المواطن اللي عنده عربية يمتلك سيارة انا دلوقتي في قريتي هتتعامل معا ازاي القاعد في قرية هتعامله زي القاعد في الزمالك ولا الدقي ولا للمهندسين ولا في اسكندرية ولا المنتزة ولا القاعد شين هتعامله ازاي طيب لو انا في شارع رئيسي في اي منطقة هل تاخد شين العربية وتفرض علي مخالفة شارع رئيسي لانه هو تقريبا تقريبا يكون معنا سيد النام احمد السجين دلوقتي كمان يشرح لنا اكتر وقال لنا ايه الحكاية كمان لانه هو من الناس كمان النهاردة انا توصلت معاه وتوصلت بنزمة مع اكتر من مسؤول عشان اقدر افهم الموضوع لانه موضوع كمان مرتبك ويعمل ربكة واحنا بصراحة مش نقصين ارتباك في اي حاجة ولو في مسؤول او موظف بيفصل على مزاجه لا لانه قانون قانون لاها التنفيذية بتقول واحد اربعة يبقوا واحد اربعة مايبقوش واحد تمانية مايبقاش كل واحد بيعمل هو على مزاجه انا تحت بيتي هدفع ولا مش هدفع طب امتى الحالات اللي هدفع فيها وامتى الحالات اللي هدفعت فيها وهل ده صح ان انا تحت بيتي ما عنديش مكان لا عندي جراش ولا عندي ساحة ولا عندي اي حاجة احطها فين العربية قلولي مكان المواطن بيسأل كده انا بتكلم بيسأل المواطن بيسألك بيقولك لو سمحت من قمت بهذا الامر وطبقت وقلت تحت بيتيك 300 جنيه في الشهر وبعد 300 جنيه ادفع ايه تاني طب هو هيبقى سايز تحت بيتي يعني انا تحت بيتي هلاقي واحد هتطلي شوية اماع كده موقفهم ويقولك ممنوع الركنة يا باشا يا هانم لا حضرتك ده بيتي يقولك لا 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 انا جاي من المحافظة واخد الشرع ده مشتريه ما اقجره فانا هحسبك على السنتيمتر اللي قدام بيتك يعني ممكن ما يخليش ليك مكان تطلع بيتك ممكن